يستطيع كل محبي السينما المصرية التباهي بما حققه صناعها خلال السنوات القليلة الماضية على سبيل المثال خلال خمس سنوات الماضية تردد اسم مصر في أهم محافل السينما وحصد مخرجون مصريون أرفع الجوائز الدولية لكن على جانب آخر وهنا تكمن المفارقة يعاني الإنتاج السينمائي في مصر بشدة فبعد أن كان ينتج ما يقرب من مئة فيلم سنويا في منتصف القرن العشرين أضحى كل ما نراه سنويا من أفلام لا يتعدى عشرين فيلما وهذا طبعا رقم لا يكاد يذكر إذا وضعنا في الاعتبار زيادة عدد السكان وبالتالي زيادة دور العرض وبمناسبة عقاد مهرجان القاهرة السينمائي يتجدد السؤال أين السينما المصرية من همومي وقضايا الناس في هذه الفقرة أناقش الناقضة علا شافعي ماذا يحدث في الإنتاج السينمائي وهل يكون التمويل الخارجي أحد حلول الأزمة أهلا بك معنا علا أهلا بك يا دينا أهلا بكل مشاهدينك علا إذن ما هي أبرز مشاهداتك في مهرجان القاهرة السينمائي حتى الآن يعني أعلم أنك مواضبة بشكل كبير تفضلي هو نقدر نقول أن الحد الآن يعني عدد من الأفلام المهمة اللي عرضت خلال الأيام الماضية في مهرجان القاهرة السينمائي ولكن بشكل عام كده هقولك أن فيه تايمة كده واضحة أن المرأة تغلب قضايا المرأة وكل ما يتعلق بقضاياها وبطلات أو وجود مخرجات ستات مشاركات نساء مشاركات في المهرجان ده يمكن واضح جدا بشكل كبير في الأيام الماضية من فعاليات المهرجان أهم حاجة يمكن كان عندنا فيلم من القاهرة المخرجة المصرية هالا جلال وده فيلم وصائقي بيحكي عن بنتين عايشين في القاهرة أنت عارفة بكل توحش القاهرة فممكن هي هالا بتاخد وقت طويل عشان تجهز لفيلمها وقدمها تجربة مهمة جدا عندنا كمان يمكن فيلم من الأفلام اللافتة للنظر للغاية هو فيلم اسمه 107 عمهات هذا الفيلم هو أخذ لجائزة الأحسن سينارو في مهرجان فانس الماضي الفيلم برضو تجربة مهمة جدا لأن المخرج هو مخرج وصائقي جاي من السينما الوصائقية تسجيلة الوصائقية وانتقل إلى السينما الروائية هو بتجربته بيعيش مع أمهات حقيقيات مسجولات في أحد السجون الأوكرانية وبيبتدي بتشوفي بقى كل معظمهم الحقيقة بيكونوا إما على وشك الولادة أو في مرحلة الحمل فبتشوفي هنا المعاناة سواء بيولدوا أولادهم معهم بيعيشوا في السجن وطبعاً تقل للقانون هو الطفل بيفضل مع أمه 3 سنين لهم أخذتش هي إفراج مشروط أو بعد كده ممكن بيذهب إلى ملجأ للأيتام الطفل بيروح له الحقيقة ده من التجارب المهمة جداً جداً المعروض في المهرجان القاهرة لأنتي بتتكلمي على معاناة كاملة يعني بتعيشها سيدات وهم في الأغلب ضحايا إما خيانة زوجية أو غيرة شديدة أو أن زوج مهم في طريقة ما فتراتها تشيل المسئولية بدأ له فده يمكن كم من الأفلام المهمة جداً أن نتعرض في مهرجان القاهرة السينمائي أولا المرأة حاضرة بقوة إذن ماذا يقال في الأروحة يعني عن كل هذه الأفلام الذي تتحدث عن قضايا وهموم المرأة بشكل ربما يراه البعض إنه يعني كسر التابوهات التقليدية حتى وشوفي هو ده على لون ناحيتين وقدر أقول ميزة وعيد بعض الناس بتشوف أن فكرة النسوية والقضايا دي بقى كفاية قوي لأن المسألة كده بقى يمكن زعقة شوية بالتعبير اللي ممكن بيستخدمه البعض لأن ده ممكن كمان يعمل حالة من عدم التعاطف بس هو في حقيقة الأمر أنت لو هتكتشفي أن من اللي بتشيل العب أعادة هي المرأة أعادة وكما فيه مرأة مكهورة وفيه رفض المكهور هي الصدفة بس كمان يمكن تركيبة البرنامج بالتجميع بأن مهرجان القاهرة السينماء موقع على الاتفاقية لايه 50-50 مع المهاجرات الكبيرة 50-50 وهي معنية بأن يكون فيه تجارب مهمة من إخراج سيدات أو أن يكون فيه نساء يشارك بيشاركنا في أنشطة مختلفة في المهرجان فهي هنا الصدفة ولكن لازم أقولك أن فيه تجربة تانية ما ينفعش أنا أبدا أعدي عليها اللي هو الفيلم السعودي لأن هنا بقى الجرأة الحقيقية في واقع مغير تماما عن باقي المجتمعات العربية هو فيلم بلوغ وده عارض في المسابقة افتتاح كافتتاح فيلم مسابقة أفاق هو عارض فيها الفيلم الفيلم بتكلم هنا هو خمس تجارب لخمس مخرجات كل واحدة بتحكي تيما لها علاقة بالستات أو بتحكي عن مشاعر خاصة جدا بالمرأة التجربة ممكن تكون يعني تقدري تقول إن هي كده البدايات تجربة البدايات فممكن يكون فيها قدر من السزاجة ولكن أيضا تحسب لهن الجرأة أنتوا تتكلمي على المجتمع السعودي بكل المتغيرات اللي خاصة في الفترة اللي فاتت فأنت هنا بتشوفي مشاعر ما بين بردو اللي هي نفس فكرة المرأة أو الفتاة عندما تصل لمرحات البلوغ فهيجب أن يكون هنا مشروع نتتزوج مطروح نتتزوج ده قصة من القصص قصة تانية امرأة بتحاول تعمل عملية إجهاد لأن زوجها غائب طول الوقت في البحر مش موجود وبالمناسبة أنت في الفيلم ما بتشوفيش خيال لراجل يعني غير فيما ممكن في فيلم واحد من الأفلام القصيرة ممكن شط بسيط جدا فاللي هي السيدات والتجربة مهمة لأن العاملات أغلبهم حتى في التجربة كلهم مخرجات وراء ووراء الكاميرا كمان مديران التصوير العاملات في الكواليس أيضا سيدات فده من التجارب المهمة جدا اللي متقدمة في المهرجان بالنسبة أن هو جاي من السعودية تحديدا وجرؤة البنات أن هم يترحوا هذه المشاعر الخاصة والخاصة جدا بالمرأة طيب عولا يعني يعني نذهب بعيدا عن مهرجان القاهرة السينمائي ونتحدث عن الإنتاج السينمائي في مصر يعني البعض يرى أن مصر حققت تحديدا في السنوات القليلة الماضية يعني ما لم تحققه السينما المصرية خاصة في المهرجانات الدولية والمحافل السينمائية الدولية لكن هناك يعني مفارقة أن هذا الوجود وهذا التمثيل القوي في هذه المحافل الدولية ليس له مثلا يمكن القول ليس له أثار أو ليس له مردود أو أثر بالضبط فإذا تحدثنا عن ازدهار السينما في المحافل الدولية من المفترض أن ينعكس هذا الازدهار على أرض الواقع هنا في مصر نتحدث برأيك لماذا؟ والسيادين من المفارقات العجيبة أن احنا عندنا فيه تراجع على مستوى الكم الانتاج في الفترة اللي فاتت ويمكن ده العلاقة بتأثير النمط الانتاج اللي بقى موجود أو طبيعة العمل لشارتات الانتاج اللي موجودة كمان ما بقاش فيه اللي هو حتى السينما التجارية احنا كمان مع كوفيد وانشار كورونا ده أثر بشكل كبير جدا على الانتاج السينماي في مصر فيه تجارب مؤجلة يمكن من سنة أو اثنين بعدها هبتدها ينزل على كده نقدر نقول على استحياء وهناك لسه تجارب تانية مش قادرين يحددوا موعي اللي طرحها فعاليا لخوفهم من اللي ممكن يبقى فيه تطورات فيما يتعلق بموضوع كورونا ولكن بقى على الناحية التانية عندنا تجارب مهمة جدا يعني قدر أقول إن عام 2021 هو عام الجوائز للسينما المصرية بامتياز وزي ما انت قلت في المحافل الدولية انت كان عندنا فيلم ريش وده كان يمكن نقول أول فيلم روائي يحسب جائزة النقاط في مهرجان كان السينمائي وأخذ جائزة مهمة جدا في مهرجان صيني وغيرها من الجوائز ومهرجان الجونة طبعا كمان قدر أقول عامل ده في كرتاش عدد كبير من الجوائز وفيلم أميرة كمان هيتعرض في القاهرة فيلم أبو صدام معرفش طبعا هيكون موقفه ايه وده التجربة التانية لنا دين محمد خان معرفش هيكون موقفه ايه من الجوائز ولكن قدر أقول لنا عندنا تجارب مهمة جدا وهي المفارقة بقى هنا بدي أقول لك إن احنا فيه نوع من النخبة أو إن هي أفلام مهرجانات كما يروج ويقال له وبين الشارع هتلاقي ما فيش تحمص من دور العرض إن التجارب دي بعينها تنزل للسينما ولو حصل ونزل فيلم مثلا لو ندربت المسأل بريش اللي هو تجربة خاصة جدا في السينما مختلف الحقيقة عن كل ما قدم في السنوات الماضية في السينما المصرية أقدر أقول إن هو ممكن اللي هيشوفوها هي وأبرضو جمهور ناخباوي خاص ومهتم بالسينما جدا لأن هنا انت مش هتقدر تخط ببيل جمهور العادي إحنا بنقدر نشتغل مع ده بشكل مختلف حتى على مستوى إن انت ترويجي على سوشيال ميديا ترويجي على مستوى الكتابة وده للأسف إحنا عندنا المسألة دي مفتقدة تماما أي تجربة خاصة هتفضل محصورة إما في إطار المهرجانات أو إن انت بتحجزي دار عرض من أصغر دور العرض في مصر أو شاشات العرض عشان الأفلام تتعرض عليها تفسير ده والله يا دينا المسألة دي يعني أقدر أقولك إنها يعني كلام على مدار السنوات دايما هتلاقي إن الجاب ده بيبقى حاصل ما بين كل ما هو أفلام تنسب إن هي أو تسمى خطأ أنا بسميها خطأ الحقيقة في كلمة فيلم مهرجانات لو زي ما انت شفت في مهرجان القاهرة حتى نفسه في الافتتاح كانوا بيتترياءوا على ده فده كان يعني حتى النغبة يعني أنا الحقيقة مع رش كيف قرأتي نعم؟ كيف قرأتي هذا؟ الحقيقة لو بشوف الندم يشيء معيب يعني إما تكون أنت بتتكلم في محفل سينماء كبير وعريق زي مهرجان القاهرة وهو مهرجان دولي ومهرجان دولي وفي ناس أجانب موجودين ومن دول مختلفة عربية وأجنبية قاعدين عندك ضيوف مهمين للغاية ويكون فيه سخرية من نوعية الأفلام التي تشارك في المهرجان اللي أنت بتقدمه الحقيقة هنا أنا بشوفه ده شيء معيب وبيعكس بشكل أو أخر حتى أنه بقى فيه خلل في القناعات عند الناس اللي بتشتغل في السنوات حقيقة ده كمان أقدر أقوله بشكل كبير ولكن يعني شي طبيعي أن تكون أذواق الناس مختلفة أليس كذلك؟ يعني طبيعي أن طبعا البعض يقبل على أفلام ربما أو يطلق عليها أفلام مهرجانات وأفلام تجارية وده حقيقة يعني بس هو الفكرة أن أنا في الفرص المتاحة لهذه النوعية من الأفلام بمعنى لو أنت عندك موزع موجود هتحطي قدامه فيلم ريش هتحطي قدامه فيلم تاني زي مثلا فيلم النجم من النجوم السنو المصرية كريم عبد العزيز أحمد فأكيد هو هيفضل أنه مش هيعرض ريش هيكون بالنسبة له المفضل هو الفيلم اللي فيه صبغة تجارية أو المشاهيات التجارية وإسم من بداية من إسم النجم أو النجمة المشاركة وقصة الفيلم أنا ما قدرش يعني ما قدرش أعيب على ده ولكن هو طول وقت الصناعة في الصينما المصرية أو في العالم كله عادة بيكون عندك مجموعة من شاشات العرض الكبيرة جدا وده بتقدمي فيها الأفلام التجارية لأن أنت مسألة صناعة وطرفية وتجارة في كل الأوت ما قدرش أنكر كل ده لأن أنت بحتاجة تجيبه فلوس عشان عجلة الإنتاج تفضل مستمرة وتشتغل طيب أعونا أنت تحدثت عن مشكلة الإنتاج هنا في مصر يعني إذا تحدثنا عن أبرز الأفلام التي ذهبت إلى محافل سينمائية دولية معظم هذه الأفلام ربما كان جزئيا أو كليا تمويل خارجي إذا تحدثنا هنا في مصر في فكرة أن يتحكم الممول في الفكرة الفيلم إذن أين تقف حدود قوة التمويل هنا؟ يعني إذا هناك فيلم مثلا يتحدث عن المثلية الجنسية أنه لا يجرمها عن الزواج مثلا بين سيدة مسلمة ورجل مسيحي هل تعتقدي أن مثل هذه القصص أو الأفلام يمكن أن تنتج للسوق المصري؟ صعب جدا لأن أنت عندك رقابة عن صنافات الفنية بداية من إجازة السيناريو يعني حتى لو الفيلم واخد فاند أو دعم من الخير فهو لازم بالتبعية بياخد موافقة على النص وفيديه كمان موافقة اللي هي على شريط العرض أما يتعرض الفيلم فطبعا أنت عارفة قانون الرقابة عندنا صارم جدا وحتى المساحة أو الهامش اللي كان موجود يعني أنت يعني أحيانا كده تسراحي بخيالك وتقولي هل نقدر أن احنا نقدم فيلم مثلا لو احنا بنتكلم عن المثلات الجنسية زي ما قدم في عمارة العقبيان هل الشخصية اللي أقدمها خالد الصوي هل نستطيع تقدمها بهذا الشكل وهذه الجملة الحوارية الجريئة تاني في هذا التوقيت أنا يعني وزيها فيلم ديل السمك اللي هو كانت في نفس الشخصية برضو أنا أبصم لك بالعشر الحقيقة زي بقون في مصر لا يمكن نحن ننتك تاني هذه النواية الحقيقة أن نحن بقى يعني الأفق بقى أضيق السقف بقى أقلب كتير في المناطق كتير حتى فيه يعني لو أنت فيه ناس بتتكلم أنت بتشوف السوشال ميديا ممكن ناس تعمل في بعض دقيقة على السوشال ميديا في الجام بتبقى شغالة فكل دا للأسف بقى كل معوقات ضد الإبداع بشكل عبق آخر ترجمة نانسي قنقر